يعني الدنيا كلها دي شعبية الزمالك اللي أنا النهاردة برضو رصلتها مع كل الملايين إن إزاي شعبية الزمالك بتتجسد لما مثلا مبرمة الزعش تشوف حالة الناس كلها على السوشيال ميديا والنت والمواقع والزمالك عمل إيه ويردوا على بعضه شعبية كبيرة جداً شعبية كبيرة جداً والنهاردة كل الجماهير كانت منتظرة إن نادي الزمالك يرجع بنتيجة مطمئنة وفعلاً نادي الزمالك رجع بنتيجة مطمئنة حتى فريرة بعد المباراة في المؤتمر الصحفي اتكلم عن المباراة وقال إن هو سعيد بأداء اللعبين والزمالك كان أكثر جدية في الشوط التانية وطبعاً وصف مباراة إحنا ممكن ما شفناهاش واتكلم على إن هو اتكلم مع اللعيبة بين الشوطين ده قاله في المؤتمر الصحفي قال إن أداء الزمالك في الشوت الأولاني لم يكن في أفضل صورة والفريق لم يخلق هجمات كثيرة ولكن الأداء تحسن في آخر عشر دقائق في الشوت الأول بتغيير مركز شيكابالا للجبهة اليسرى ودخول زيزو في عمق الملعب قال فريرة برضو اتكلمت مع اللعبين بينه شوتين علشان يكونوا أفضل حماس ولعبنا بطريقة جيدة في الشوت الثاني وقال المدير الفاني مستر فريرة إن الأداء في الشوت الثاني كان أفضل والجدية ظهرت على أداء الزمالك في الشوت الثاني ونجح الفريق في تحقيق الفوز وكان بإمكان الفريق الفوز بثلاثية في حال تسجيل راكلة الجزاء اللي أهضرها إمام عشور